اشتركوا في القناة هي القريكالي والقريكالي هي مأخوذة من القريك او الغريق ونشوف السيارة اللي قبلها في الالفين وسبعة عشر من المزارات كانت الليفانتي اللي تعني حلب او تعني الشام فمسميات الايطاليين شوي حولنا وحوالينا ومسمياتها شوي قريبة للقلب ولكن المهم في موضوعنا اليوم ان نتكلم عن السيارة فخلونا في البداية نشكر الشركات اللي مشاركة معنا السنة هذه في الموسم الثاني واكيد نشكر الرعاة الرسميين اللي معنا في هالموسم شركة اضواء النجوم للانتاج authentic experts وزون سنت اللي اتحفونا بالروائح في هالموسم نقدر نشوف في الفترة الاخيرة ان كل الشركات بدت تتوجه لسيارات الكروس اوفر او سيارات الاس يو في او الاس اي في او السيارات المتعددة الاستعمالات اللي يسمونها السبورت يوتيلتي فيهيكلز انتشرت في كل العلامات من الرخيص الى الغالي المزاراتي دخلت في هالمجال والمرة هذي دخلت فيه فئة اصغر من اللي فانتي تنافس الفئة اللي نقدر نقول عليها الـ X3 الـ X4 من الـ BM GLC سواء كانت الكوبي او الـ SUV الـ Q5 الـ Porsche مكان وهلم مجرع الفئة هذي مرغوبة بشكل كبير للشباب او العائلات الصغيرة وبدت تنافس في شغلتين هل السيارة هذي تكون مريحة واسعة او لا تكون صغيرة شوي وتكون رياضية وعملية وبتكون للحلبات اكثر للاشخاص اللي يبغل قوة والسرعة والعملية المزاراتي سوت طبخة بين الثنتين او جمعت بين الشغلتين السيارة هذي تقدر تاخذ الفئة العادية او اقل الفئة اللي تسميها GT وحلو الاسم حتى مسمياتهم جميلة GT مودينة والتروفيو الاسماء حلوة ما قال لك انها ستاندرد لا قال لك الجي تي وتعتبر فئة اقل بتكون سيارة عملية واقتصادية ولو تروح للاعلى فئة اللي بتكون رياضية جدا ومحركها نفس المحرك اللي موجود في الامسي سيارتهم الكوبيه الرياضية ولكن خلنا ناخذ السيارة مبدئيا كشكل خارجي شكلها من الامام ممكن نقول عليه شوي متحفظين في ما يخص الاضاءة ولكن الشبكة الامامي وحضورة جدا جميل لكن لما تاخذ السيارة هذه من الجنب الامور تتغير كليا راح تشوف قصات المزارات سواء من قدام راح تشوف في الثلاث فتحات اللي موجودة في الرفارف أو المداقل الامامية اللي تعطيك الطابع الرياضي ولو تروح للرفارف أو الكتف الخلفي راح تشوف يعني كتف من أجمل التصامير اللي موجودة في السيارات الـ SUV الرياضية الشبابية واللي بتكون صغيرة إذا بنتكلم عن الحجم حجم السيارة صحيح إنه بيكون الكمباكت ولكن على أرض الواقع تعتبر السيارة فعلا شرحة واسعة وتعتبر يمكن أكبر وحدة في الفئة هذه من ناحية المساحة الداخلية للركاب أو حتى في الدبا أو الشنطة الخلفية تصميم الخلفية جدا جميل وفعلا فيها الروح الإيطالية بتشوف الأربع فتحات الإكزوز موجودة في كل الفئات سواء أخذت أقل فئة أو أعلى فئة عندك الأربع فتحات الحقيقية هذا الشيء الجميل لو بنشوف مثلا الإضاءة الخلفية ذكرنا في العريقة الجي تي الثلاثة وميتين اللي عشقنا في المزارات فهم قالوا ناخذ من الماضي وناخذك إلى المستقبل في سيارة جميلة هذا فيما يخص التصميم الخارجي حتى الجنوط بالرنقات أقل أو أصغر رنق أو جنط راح تاخذ اللي هو العشرين ولكن كنت تقدر تاخذ أكبر من الشكل هذا جمال السيارات الإيطالية أنك تقدر تروح لهم وانتم مغوق وتاخذ لك قهوتك وتبدأ تصمم سيارتك على مزاجك سواء من بره أو من داخل لو أخذكم في داخلية السيارة راح تشوف فخامة مطلقة أنواع الخشب الجلد الألمنيوم الكاربون فايبر الجلود الطبيعية التصميم العصري راح تشوف لمسات تذكرك في الفراري لما تشوف البادل شفترز اللي خلف المقوة اللي من الألمنيوم تعطيك الإحساس الجميل والفكرة الجميلة أن هما خلوا سيارة هذه تكون عملية أكثر فلما تكون واقف وتبي ترجع وراء بعدين تقدم بعدين ترجع أنت مثلاً في مزنوق في باركينج فبدلاً ما تضغط الجير حقهم اللي بيكون أزالير في الداشبورد تقدر بالبدل شفترز اليمين يعطيك الدي واليسار يعطيك الار هذه يمكن ما تلقاه في أي سيارة ثانية لكن مجرد ما تمشي وتطفع عندك السنسورات سيبدأ يشتغل عندك الاب شفتنج والداون شفتنج حركة حلوة قالوا لك حين السيارتنا رياضية ولكن بنفس الوقت أكيد أنك تحتاجها تكون عملية أكثر فمنشوف عندك طابلون ديجيتل أو إلكتروني وتقدر تستخدم الكونفيقريشن أو الإعداد اللي ناسبك سواء تبغى يكون رياضي أو تبغى يكون مريح وهادي عندك في الوسط في عندك شاشتين شاشة كبيرة فوق وعندك شاشة صغيرة تحتها فما رح تشوف في أي أزارير موجودة في الوسط كلها بتكون مدمجة في الشاشة الأزارير اللي موجودة تقريبا في الكونسول اللي في الوسط هي القير ما رح يكون فيه عصى أو جويستيك موجود في الوسط أو في الكونسول اللي في الوسط خلوها تكون بالتحكم في الأزارير بحكم أن السيارة صارت التحكم فيها بيكون كهربائي بالكامل سواء كان المقود بيكون كهربائي القير اللي هو من شركة ZF واللي ثمان سرعات نفس الشي بيكون التحكم فيه بيكون كهربائي ولكن المقود بيكون فيه زرير اللي انت تحتاجها مثلا تتحكم في الريديو أو تبقى تتحكم في الشاشات اللي موجودة قدامك أو تبي تشغل السيارة عن طريق الزر اللي موجود في دركسونة والسكان وهذا شي جميل ويحسسك بأنك في سيارة غير دائما لما أجرب السيارات الإيطالية دائما أقول أن التصميم الإيطاليين مختلف كليا عن باقي السيارات يحطون لك بصمة جميلة في سياراتهم عندك التحكم في المودز بيكون موجود في دركسون أو في السكان إذا تبقى القيادة العادية أو الرياضية أو الاقتصادية أو حتى في الحلبات رح نشوف نفس الشي عندك الساعة المدمجة اللي تعطيك روح وطابع المزاراتي في الكنسونة اللي في الوسط رح تشوف فيه درج مغلق ولكن لما تفتحها زي البترفلاي رح تشوف أن فيه بيكون عندك الشواحن اللاسلكية وبيكون عندك الكوب هودرز حاملات الأكواب فعندك مساحة جميلة في السيارة هذه نحن بتعودين في السيارات الأوروبية والسيارات الإيطالية بالتحديد وحتى البريطانية فيها عنصر الفخامة كثير جدا فما في عندك مساحات تخزين كبيرة لكن السيارة هذه كسرت القاعدة في عندك مساحات تخزين في كل مكان في السيارة هذه هم يقولون نحن نبغى اللي بياخذ السيارة هذه ما يحتاج أن يكون عنده سيارة ثانية نشوف السقف البانوراما اللي ما شاء الله كبير وشرح ويعطيك أن السيارة واسعة فوق أنها أصلا بتكون واسعة نظام ساوند سيستم أكيد تتكلم على إيطاليين والأشخاص اللي يحبون الساوند سيستم فرح يكون عندك نوعين من الأنظمة الصوتية تبغى ليعطيك 3D أو 360 أو تبغى يكون العادي كل الأوبشنز هذه بتكون موجودة لو تجي وتشوف الإضاءة الداخلية دارسين هالإيطاليين بشكل جميل لا هو اللي أوفر لا هو اللي زايد تشوف الإضاءة اللي داخل السيارة في كل مكان في بعض السيارات تحس أنك داخل ما سرح لكن في بعض السيارات مثل سيارتنا اليوم تشوف أنه مدروس بشكل جميل جدا وتتغير الإضاءة معك لما تحط السيارة على الكورسا أو على السبورت يصير الأحمر يعطيك الحماس الرياضي حتى عشاق الأبليكيشنز تقدر أنك تنزل الأبليكيشن في موبايلك وتقدر أنك تشوف سيارتك ووضع سيارتك و أنت قاعد في مكتبك إذا بنتكلم على الأنظمة السلامة والأمان ومساعدة الساق فالسيارة هذه فيها لفل 2 اللي هي القيادة الذاتية طبعا حسب الدولة اللي أنتم موجود فيها فنقدر نشوف أنه فيها الأدابتف كروس كنترول اللي منع الاستدام الأمامي الخلفي التحذيرات الأمرجنسي بريكينج كل الأنظمة هذه صارت في أغلب السيارات الموجودة حاليا متوفرة فيها ولكن أن تبحث في الفئات الموجودة من الإيطاليين أن تبحث دائما عن الجودة والمتانة والتميز فنقدر نقول أن السيارة كتصميم خارجي شخصيا أرى أنها روعة من الجنب ومن الخلف خصوصا الزاوية الـ 45 درجة السيارة فيها جمال غير طبيعي يمكن تفوقت على الليفانتي في تصميم الخلفية بشكل جميل ذكرني في الـ 3200 الجي تي اللي فعلا من أجمل السيارات اللي سوتها المزاراتي من الأمام يمكن شوي تحتاج وقت يمكن تكون الإضاءة حسيتنا تكون صغيرة كان ودنا تكون أكبر أو أنه يسو لها تصميم يكون أفضل جميل أنه عندك لازال عندك الشبكة الأمامي اللي تحس أنه فيه قرش جاي بإصطاد لفريسة داخلية السيارة الجميل أنها شرحة واسعة التصميم يعتمد بشكل كبير أن تكون شاشات إذا أنك تحب الشاشات وتعشق التكنولوجيا فأكيد أنك رح تنبسط أنه بيكون عندك ثلاث شاشات في الأمام تقدر تتحكم فيها إذا أنك تعشق التصميم الكلاسيكي والفخامة وتشوف أنه فيه فعلا تصميم فرح نشوف أن الطبرون فعلا فيه تصميم رح تشوف فيه أشكال ثلاثية الأبعاد التحكم فيه فتحات التكييف جميل وممتع فيه فيه عنصر الفخامة تحس ببرودة المعادن اللي موجودة في السيارة وتحس بدف الجلد ودف الخشب اللي موجود في القريكالي اسمها صعب شوي بس إن شاء الله نتعود عليه مع الأيام نجي للتكنولوجيا أو اللي تحت البدي السيارة هذه مبنية على نفس الشاسيه اللي موجود في واحدة من أشهر الجيوب اللي طلعت من خلنا نقول ستيلنتس أو اللي كانت الف سي اي اللي هي الألفا روميو الكوادروفوليو الستيلفيو والجوليا نفس الشاسيه رح نشوفه على السيارة هذه فنقدر نشوف إن الألفا روميو نجحت بشكل غير طبيعي في الستيلفيو والسيارة أثبتت جدارتها لدرجة إن ركبوا فيها محرك الفراري نشوف السيارة هذه أنا مبنية على نفس الشاسيه رح نشوف إن توزيع الوزن بين الأمام والخلف خمسين في المئة قدام خمسين في المئة وراء لما تفتح الكبوت رح تتفاجأ إن المحرك بعيد جدا عن مقدمة السيارة واللي شافه الحلقات وتعود لما أنا أفتح الكبوت أحاول إني أوري وين المحرك اللي موجود في السيارة هذه فرح تشوف إنه خلف المحور الأمامي داخل على الكبينة علشان يعطيك توازن خمسين في المئة قدام وخمسين في المئة وراء والدرايف شافت أو عمود الدوران اللي موجود في السيارة هذه رح نشوف إنه من الكاربون فايبر علشان يخففون في الوزن ولا تنسى إنه وزن السيارة هذه الجي تي أو أقل فئة يبدأ من الألف وثممية كيلو يعتبر إلى حد ما جدا ممتاز المحركات اللي رح تركب على السيارة رح يركب عليها محركات الأربع سلندر والستة سلندر نشوف الجي تي الأربع سلندر لألفين سي سي سيكون أكيد تيربو ثلاث مئة حصان والعزم بيكون أربعمية وخمسين نيوتن متر السرعة القصوى ميتان واربعين وهذا الجميل في السيارات الأوروبية والسيارات الإيطالية إن سياراتهم ما شاء الله حتى لو كانت محركاتها صغيرة إلا إنك تقدر تاخذ فيها سرعات عالية خصوصا لما تكون في الأوتوبان في ألمانيا السيارات كلها أكيد بتكون دفع رباعي وبتكون الهجين البسيط أو المايلد هايبرد الـ 48 فولت طبعا التكنولوجيا في السيارة هذه جدا معقدة يمكن بعض الأشخاص يقول زيها زي أي سيارة ثانية لا فيها كمية تكنولوجيا ما يمكن أنك تتخيلها لازم أنك تاخذ كورس علشان تتعرف على كامل تفاصيل السيارة هذه وإن شاء الله نستضيفها في يوسف شو ونأخذ التفاصيل مثل ما تعودتوا إن شاء الله معنا تصراحة من صفر الألمية في 5.6 ثواني رقم جدا ممتاز على سيارة تعتبر الفئة الثانية اللي هي المدينة بتكون أقوى شوي 330 حصان ولكن التورك نفس التورك سيكون تصراحة 5.3 أو 5.3 ثواني نجي للتروفيو اللي بيكون الكور أو يكون السبورت الرياضي اللي ما أخذ نفس المحرك اللي بيكون في الامسي 20 V6 3.0 أكيد تون تيربو 530 حصان و620 نيوتم متر العزم تصارع من صفر إلى مية في 3.8 أو 3.8 ثواني الصنعة القصوى 285 كيلو متر عندك سيارة فيها أداء وفيها أمكانيات جبارة لو أخذت الستاندرد ودست فيها السيارة راح تستمتع وتنطرب بصوت الإكزوز اللي موجود فيها السيارة وهذا الشيء اللي يعجبني فعليا في سيارات السيارات الإيطالية اللي فعلا تعطيك الإحساس والصوت والمتعة حتى لو كان المحرك صغير طبعا أكيد لو تروح الستاندر بيكون الوضع مختلف أما لو تروح للمحرك الكهربائي فرح تتوفر السيارة هذه بمحركين أمامي وخلفي ورح تكون 400 فولت والسير رح تكون جدا قوية نظام التعليق رح يكون عندك النظام الأساسي اللي بيكون عادي ولكنه بيكون مريح ورياضي بنفس الوقت علشان يعطيك الأداء الممتاز ولكن يفيدك في القيادة العادية أو القيادة اليومية أنه يكون مريح ويعطيك ثبات إذا تبغى النظام التعليق الرياضي اللي يرتفع وينزل حسب قيادتك فرح يكون عندك أوبشن تقدر تطلب على الجي تي أو المودينا ورح يكون متوفر كستاندر على التروفيو اللي هو الرياضي هذا رح يعطيك الأداء القوي لما تحط السيارة على السبورت أو تحطها على طبعا التروفيو رح يكون عندك المود القيادة الإضافي اللي بيكون الكورسا اللي هو يعتبر الرئيس فرح ينزل السيارة إلى أقصى درجة رح يكون قاسي علشان يعطيك أفضل ثبات في حلبات السباق بينما في السيارات العادية أكيد أنه بيدمجلك بين الراحة والهدوء وبنفس الوقت إذا أنك تبغى تطلع في البر فالسيارة هذه تقدر أنك تطلع فيها البر بحكم أنها دفع رباعي أو إذا تبغى تعطيك الأداء الرياضي وتبغى تستمتع وتنبسط فيها وصدقنا السيارة هذه لو تجرب حتى الأربعة سنندر ولكن بقيادة رياضية رح تستانس وتنبسط في السيارة هذه نجي للأشخاص اللي يحبون الأرقام والحقاق السيارة هذه حجمها كيف حجمها يعتبر أقل من خمسة متر فنشوف أنها أربعة متار وتقريباً خمسة وثمانين سنتيمتر بينما العرض رح نشوف أنها تقريباً ألف وتسعمية وثمانية واربعين طبعاً بدون المرايا لكن مجرد ما تفتح المرايا فرح تكون مترين وتقريباً وستعاش سانتي قاعدة العجلات ممتازة جداً رح نشوف أنها مترين وتسعين سانتي فنشوف فيه مساحات داخلية ممتازة ارتفاع السيارة لا هي اللي مرتفعة جداً ولا هي اللي نازلة جداً فنشوف أنها أقصى ارتفاع بيكون متر وستين سانتي لكن لما نتاخذ التروفيو رح تكون متر وخمسة وستين سانتي تقريباً مساحة التخزين في الخلف زي ما قلت لكم المساحة فعلاً جداً ممتازة تتكلم على خمسمية وخمسة وثلاثين لتر طبعاً فيه تروفيو بحكم أنه حاولوا أن يخففون فيه وزن السيارة وأنها تكون رياضية أكثر فبتكون مساحة تدبأ أكبر شوي تقريباً خمسمية وسبعين لتر التانك البنزين هذي من الأشياء المهمة اللي ما ودك أنك كل شوي توقف في محطة بنزين وتعبي بنزين فما شاء الله عندك أربع وسبعين لتر نجي للوزن وزن أقل فئة اللي هي الـ GT 1870 كيلوغرام اللي بعده بيكون اللي هو المودينة بيحكم أنه بيكون أفخم فيه أوبشنز أكثر فبيصير 1895 كيلوغرام إلى التروفيو اللي بيكون لا بيكون 2027 يعني بيشوف أنه عدة 2 طن بشيء بسيط لو بنتكلم على القوة اللي في المحركات رح تاخذ أقصى عزم في الدوران من الـ 2000 RPM إلى الـ 4000 RPM هذا في مخص الأربع سلندر بينما في الـ 6 سلندر رح تاخذها من الـ 3000 إلى الـ 5500 RPM بينما القوة الحصانية أو الـ horsepower رح تاخذها في الأربع سلندر من الـ 5750 بينما في الـ 6 سلندر رح تاخذها على الـ 6500 RPM فعندك التروفيو يحتاج أنك تكون رجلك ثقيلة علشان تقدر أنك تستمتع وتطلع الباور اللي موجود في السيارة اقتصاد الوقود الجميل أن السيارة هذه فعلا من الأرقام الموجودة رح نشوف أنها فعلا فيه أرقام جميلة نشوف تقريبا من 8.7 إلى 9.2 لتر كلمية كيلو في الأربع سلندر بينما في الـ 6 سلندر نشوف أنها تقريبا 11.2 في كلمية كيلومتر طبعا هذا يعتبر في المتوسط سواء داخل مدينة أو أنك في سفر ونجي في الأخير للأشخاص اللي وده فعلا يشتري السيارة ويقول والله أنا أبغى أجهز ميزانيتها فرح نشوف في الكويت السيارة هذه تبدأ الجي تي تقريبا من 22990 دينار تقريبا 280 ألف ريال سعودي إذا بتطلع المدينة اللي بتكون فيها مواصفات أكثر وأقوى شوي من 28 ألف دينار و 490 دينار طبعا هذه الأسعار اليوم ممكن بكرة أو بعدها ممكن أنها تتغير بالريال السعودي تقريبا 340-350 ألف ريال سعودي بينما التروفيو رح يكون من 33990 دينار أو 420-430 ألف ريال سعودي وطبعا كلما تزود مواصفات كلما أن سعر السيارة بيكون أعلى هل السيارة هذه تناسبك أو هل تصلح لك أو مجرد ما تشوف الحلقة اليوم رح تقول رح أشتريها بكرة أكيد لازم أنك تتريث ولازم أنك تأخذ الاستشارة الصحيحة تشوف السيارة هذه هل هي فعلا تناسبك تناسب ستايلك تناسب إمكانياتك قد تكون هذه الفت أو تكون الحصان الضائع اللي أنت قاعد تدور عليه فالوكيل أكيد أنه مرح يكون بعيد عنك وتقدر أنك تروح للوكيل وتجرب السيارة وتفكر فيها كم من يوم وتنطلق في الحصان اللي جايك من المزاراتي الشخص اللي متردد فأكيد عندك ما شاء الله المستشارين في كل مكان ولكن حاول أنك تستشير الأشخاص اللي يكونون فاهمين أكثر في السيارات الأوروبية والسيارات الإيطالية واللي فعلا يسألك عن تفاصيل الأشياء اللي تناسبك الأشياء اللي ما تناسبك وتقدر تتواصل معاي في فريق التنسيق وإن شاء الله نكون متوفرين ونقدر أن نخدمكم في اختيار السيارة المناسبة أتمنى في نهاية الحلقة اليوم أنكم استمتعتوا معاي في السيارة اليونانية الإيطالية اللي هي القريكالي من مزاراتي واللي فعلا أنا استمتعت في القراءة عنها واستمتعت في شكل السيارة وإمكانيات السيارة والجهد والشغل اللي اشتغلت فيه المزاراتي أنها تطلع لك تحفة إيطالية عصرية ووفرت لك سيارات محركات واحتراق داخلي ومحركات هجين ومحركات كهربائية أنا احترم الشركات اللي تعطيك كل الخيارات وأنت اللي تقرر بوش المحركات اللي أنت ترغب أنك تمتلكها أعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله غدا في حلقة قادمة مع سيارة جديدة وفمال الله